موثقة وبالتالي لن يعودوا لمنقشته مرة اخرى يعني طيب انا معايا النائب الذي قصده رئيس البرلمان النائب المحترم معتز النجار سيادة النائب اهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بقى الحكاية بتاعت الدكتور علي ابعال لما قالك اجلس ثم اقعد ايه الموضوع لا اهلا بمانا بعدما السيد معالي اه رئيس الوزر عدنا في البيان انا واسكت حينها وضعية تتعاحد بعدم زيادة الاسعار تمام طبعا انا مفوض مرضو بني يغني حضرتك احنا فيه بروتوكول احنا شو عد يقوم كده يتكلم مع نفس تمام عد يطلب الكلمة زايد ان للنهاردة ده مش بتاع مش درق مش النهاردة الرب ويحريصها ارد على البيان الاسبوع الجاية قال لي بعده يعني كانوا حكا ازاي بس انا حدد برضو ان انا اقعامه ايه معالي رئيس الوزراء الناس بتصوت من الاسعار والناس مش تاكاكل فارجوكم يعني ايه حاولوا بقضر الان كان عدم اتعاده بعدم اتعاده بعدم اتعاده طب سات النائب عددك قلت معلومة مهمة هل يعني الاسبوع اللي بعد القادم سيأتي رئيس الحكومة اللي كي تناقشوه كليجان في بيانه اه طبعا يعني هل لا انا بتكلم على ليس ما تتمنى حضرتك واتمنه انا ولكن على البروتوكول اللي اعلنه رئيس البرلمان هل هو قال لكم انه زبوع بعد القادم هيجي رئيس الحكومة لكي تناقشونه في هذا البيان اللي بعد ايه بعد ايه خمد مش تساعد زبوع بعد القادم انا معلوماتي ان فيه اجازة برلمانية لا السعيد اجازة اللي بعده اه اجازة البرلمانية اللي بيحددها وهضع حركة ازاي اللي بيحدد البطاعة بره بلاياتي اه بيأصل ايا المكان مش مهم امتى اجازة لكن المعلومة اكيدة انه رئيس الحكومة هيجي الاسبوع اللي بعد الجاي عشان تناقشون بيانه يا فاندي معلومة اكيدة عشان نناقش بيانه واحنا وزعوا علينا برنامج الحكومة يازل نعراها طيب سؤال تاني يا سادة النائم انت هتعلق اعطاء الثقة لغاية المناقشة انه اليوم كما قال رئيس البرلمان هو منح الثقة ثم يأتي تفصيلا بعد ذلك منقشة البيان لا طب يعني هو النهاردة خد الثقة او لا ما خدهاش بالبيان ايه دليل حصوله على الثقة ما هو دليل حصول هذا البيان او بيان الحكومة على الثقة او دليل حصولي سادة كأننا ايديونا زي مقطع او او هل انا حلو هلتديهم الثقة او ما رحش مش هكيه الثقة قال عزامه الثقة لا مش سامع الجملة او 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 اقول له عزيك هم يدلاتي اوزعوا علينا بيان الحبان اوزعوا علينا او وراء دفاتر كده وبعد عصاح البرنامج بتاع الحكومة وحاجات تانية كتير تمام احنا دورنا ليه دون الوقت ده دون الوقت ده لان فعلا كمية الورقة كبيرة طيب يعني البرنامج مكتوب بشكل مفصل تعريبا جامد معلش يا دكتور معتز استحملني كلام حضرتك معناه ان النهاردة بيان الحكومة لم يأخذ الثقة من البرلمان وانه سيتم مناقشة وطبعا طبيعي ان يتقري لانه طويل خلال الاسبوعين القادمين بالضبط معنى كلام حضرتك قانونا ان الحكومة مخدتش ثقة وبالتالي دستوريا كل قراراتها بطلة ده الكلام ده اللي انا بستنتجه منطقيا ايه يا فعلا بس في بقى دستور اعمال يعني مكتش تغيب برطة اللي افعل يعني مكتش تغيب برطة يعني مكتش تغيب برطة طيب الدكتور عالي عبعال عمل تخريجة لطيفة قال التسقيف اعادة التسقيف معناه الثقة في الحكومة هل ده برضو التسقيف التسقيف للبيان ان البيان اصل على تصفيق كذا مرة اكثر من مرة لا لا ماسمعتهش حد يكلمك بعد المناقشة دي ما بينك ورئيس البرلمان اه طبعا كلهم يقول لي ايه انت يلا يناور مش عارفين لا عاعده في ناس عاييره في ناس مش عاييره تمام الدكتور ما تقول لي ما راح اريس انه ارد عليك الدكتور مصطفى ما تقول لي اولا انا بكن منه كل حب وطفير زي اللي انا كنت في لجنة اما رغم ان انا وطف في الجامعة اول فاصة اشياء عطيته فتحها مم وتاني فاصة تشريعي تمام بان اعارف ان انت تعرفه بعد شخصيا او اه بصل على اختيار اه زي المعالي وذي المختفى ما تقول لي اختيار صائب تمام ايه اختيار صائب تمام ايه اختيار صائب تمام ايه اختيار صائب صلح الحكومة الى حد كتير نتمنى للجامعة التوفيق باشكورك سادت النقل موضوع الاسعار يا جماعة خطير 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 طبعا انا اني كومكسات كدير جدا عالموضوع احنا مش هيبقى في فقير في مصر وكذا انا انا يوميا بقى فاجأ بحكاية الاسعار دي وفعلا نسيت نايب عنده حق وبقلتلكم كذا مرة في اماكن كده الواحد متعاود يقول عليها قهوة معينة مطعم معين يروحوا اسرته محل معين فيلاقي الاسعار مش بتقفز كل فترة ده يمكن كل ساعة وبعدين يعني انا هضرب مثل بسيط قوي بالشاي احنا بنشرب انا بحب الشاي والشعب المصري تسعى تسعين في الماء منه بشرب الشاي ادماء اشتركوا في القناة